كيف تبني سيارة تقدر تشارك بها بالفورم لدريفت أول شيء ما أفضل سيارة تقدر تحولها لسيارة الدريفت أغلب سيارات الدريفت الاحترافية تكون لو بي ام دبل وفئة الثالثة لو سيارة يابانية طبعا جمعتك كلهم سيكونون الف حصان التهم لازم تلتحق يعني زي من ياء محرك تقدر تجيب الف حصان لو محرك توجي زد لو الاس وهمكم محركات من بي ام دبل غير السيارة سيكون سيكونشل الدفرنشل سيكون للمتد سلب الهاند بريك اكيد سيكون هادروليك نظام التعليق او الكويل اوفر ينطيق تحكم بالكامبر والكاستر والتوه وكيد سيكون على السيارة انجل كيت ممكن يخلي التاير يفتر اقل بشوية من 90 درجة اللي راح يخلي السيارة تسوي دريفت لمسافات اكبر بدون ما تفلت منك تايرات سيمي سليك لان اذا تايرات عادية السيارة ما راح تقدر تمشي اصلا ولا راح تاخذ منعطف بشكل صحيح خلي نشوف الدواخل اش تحتاج بالله طبعا الدواخل او السيارة كلها اذا قررت تتحولها لسيارة الدريفت خلي ببالك انه ما راح يبقى منها ولا برغة من الشركة اول شي تخفيف وزن السيارة ولا تنسى تخفف وزنك لا تفضحنك قدام الوادم كراسة رياضية وحزمة امان حتى من تدخل منعطف ما تطلع من الجامع نظام اطفاء حريك واهم شي رول كيج حتى اذا عاندت وما ركبته ما راح تدخل السباق ضال فاحط روعتك بالشارع شكرا